أهلا بكم إلى التفاصيل البداية بأشأن الأمني حيث أحبطت مصالح الجمارك العاملة في كل من ولايتي تبس وعنابة خلال عمل مشترك تهريب أكثر من 40 قنطارا من فاكهة الموز وذلك بعد قيام مهرب على متن شاحنة من نوعشاك من ادخال الكمية عبر الشريط الحدودي ومحاولة تسويقها داخل التراب الوطني هذا وقد تم تحويل البضعة إلى الحظيرة الجمهورية وتم تحرير محظر مخالفة ضد المتهم وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة ويذكر أن فاكهة الموز دخلت أجندة المهربين منذ سنة تسجيل نقص في الأسواق مع ارتفاع سعرها وملامسته مبلغ 350 دينار جزائري للكيلوغرام الوحد إلى ولاية الجلفة حيث تحولت أرصفة طرقات هذه الولاية إلى فضاء تجاري تعرض فيها ثمرة الكماء أو ما يعرف محليا بالترفاس والذي أصبح متوفرا في جل أسواق الولاية في ظل ارتفاع أسعاره التفاصيل في هذا التقرير لزكريا مدح وارد أقشيش المتجول في شوارع وأزقة ولاية الجلفة يلفت انتباهه باعات الترفاس هذه التجارة التي عادت إلى الواجهة وتحولت إلى فرصة للشباب الجلفاوي لاقتناء قوت يومها الناس الله يبرق دوموندي عليهم متزير من الخارج من أي بلاصة كان لحقت واحد الفترة على بلك ما كانش قايتين الناس ولا دوموندي عليهم يحوس على الحبة الترفاس كما يقول لك برق الناشف أهم يشروع فيها أهم يدو فيها حتى الفرنسا يدو فيه يقلك بعث لي أنا هذا الترفاس يدو فيه منه يمبرتو فيه يقلك رام لي حتى العينين فيها وفيها وفيها في قذازين للجسم وفيها حجم ليها هذه الثمرة يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها ما بين 2000 إلى 3000 دينار هذا الغلاء أرجعه التجار إلى العوائق التي تعترضهم في اقتناء هذه الثمرة كي تشوف التعب بتاعه وتشوف الابنين راح ميجيبوا فيه وتشوف الريسك اللي راح فيه الناس كي تروح تجيبوا تقول راح سوما معقولة هالبانا راح يدير 50 الف حتى الـ 60 الف وهو راح يدير بمية كين بمية 150 حتى الميتين الف حتى الترواصون المخيل الكبير كين هذو نتع الناس اللي والله قطايق يشري هذا كيدير 300 وكين هذو كتاع القلالي هذا كيدير ميتين وعشرين وكين هذو كين هذو كين هذو كين دير 100 الف وانت وقصاك شتحب تدير تدير الترفاس من الفطريات الأكثر طلبا من قبل المواطنين سواء من الداخل أو الخارج نظرا لفوائده الصحية التي يمتاز بها في ذل استمرار عدم الرضا عن رفع الدعم عن الشعير هدد العديد من المولين بترك حرفة تربية الماشية بسبب هذه الزيادات التي اعتبروها تضربهم لسيما وأن أعداد كثيرة من الماشية تتعرض للهلاك والموت التفاصيل في تقرير مرسلنا من تيارة الزميل تيار بن داود يبدو أن تربية الماشية بولاية تيارت أصبحت مهددة بالزوال بعد أن اعتبر العديد من المولين الزيادات الأخيرة في سعر الشعير بغير المنطقية وأنها ستؤثر على عالم تربية الماشية مهددين بترك هذه الحرفة إلى الأبد سرافها الزياء هي تموت الخروف يموت والسومة قالية منك كان بـ 55 155 كان شوي معاونا وصحابي قالت خلص قنطارين ثلاثين لقتهم ما يزيدش يزيكي البزياء 20 عالف حنا ونعاونوا الدولة 20 في القنطار ما ألينياش سأسوموا كذيرها مرفوعها بزياء فعلينا وقادينا نبطلوها من نتركوا قلم أو سي فمن الموالي من لا يعلم حتى برقم الزيادات المسجلة في سعر الشعير 25 سرعين 25 سرعين هادي اسحاضوا علينا بالعمل هادي الدولة كيهيك وراها تموت إلى بلك ذولية راها تموت وين نروح احنا الدولة انتعنا هذه السحاض علينا ومنهم فئة كبيرة تعتبر تقديم طلب الموالين لرفع الدعم عن الشعير بغير الصحيح متبرئين من مسؤولية ذلك فرفع الدعم عن الشعير خاصة في هذه الفترة من السنة اخلط اوراق الموالي الذين يطالبون اليوم باعادة الاسعار القديمة ومحاربة المضاربين بوسائل اخرى لا تذر بالموالي الحقيقي وتكون انجع وافيت تقتل ولاية غليزان المراتب الاولى من حيث انتاج الخليب على مستوى الوطن الا ان الفلاحين يواجهون مشاكل كثيرة ما يتطلب التكتل في جمعيات لانتاج الخليب التفاصيل في هذا التقلي حمزة زروقي ونجمة بكرشا تتوفر ولاية غليزان على عدد هائل من الابقار الحلوب بنسبة فاقة الخمسة والعشرون الف فرغم هذا الانتاج الكبير الا ان عدة مشاكل يواجهها المربون ما يتطلب التكتل في جمعيات للانتاج الانتاج الجمعية على كل حال الناس لا يشي مترابطة كنت تقول للناس يعني مترابطة بعضها بعضها تدير جمعية لما ذا بنا ندير الجمعية الجمعية الفايدة تحتها يسان كيروح يشتكي ولا الجمعية يلجب لك حقك واحد الوحد هو ما رجلتك يجيب حقه الجمعية ما حسيناش قاعد في عنادوصي في الولايات وفي الولايات يحبس في الولايات يحبس متما ما معاونا جزنا نادرنا خطرتين كيما فاتشفشنا الغرفة الفلاحية أكدت أن إقامة جمعية لتجميع الحليب يدخل ضمن أهداف السلطات بناء على توصية سيد الوالي عند نصيبه للمجلس الإداري للغرفة الفلاحية يوم الثلاثة جونغوية أوصى بذلك وعدنا بتسهيل المهمة في تأسيس الجمعية وكذلك تسهيل الجمعية من أهداف الغرفة الفلاحية ثقافة قامة جمعيات خاصة في شعبة الحليب وأصبح أكثر من ضرورة لتطوير هذه الشعبة التي يعول عليها في تحقيق الاكتفاء في شعبة الحليب يقال أن الحياة يجب أن لا تتوقف في أي عمر كان فكيف إذا كانت علاقتنا مرتبطة بالعمر والتقدم بالسن هو حال عم محمد الذي اتخذ من حرفة البناء مهنة له رغم تقدمه في السن نتابع التفاصيل مع محمد عمراني وهشام بشكيط عم محمد صاحب الـ 82 عاماً يخرج من منزله كل صباح متجهاً إلى عمله وهو منحني الظهر وبيده أدوات مهنته يسير في خطاً ثابتة كله عزم وإرادة لغم تقدمه في السن وهو في عمري 82 سنة الآن مكر زي دونترونسانك وهذا حرفة شحرك فيها؟ حرفة من الكارونسانك مكرونسانك أنا الحرفة هذه وعلمت عيطة حوض رب العامي قبل إن شاء الله هاي قلت لك نخدمه مع سهل حاجة هذا رفع عمري 82 عام وحلو اللي تعلمنا معهم هذو اللي يعلمونا ووصلونا إلى الحربة الحمدول أنا خدموا الكوفراج البني كل شيء نخدموه عم محمد تعلم مهنة البناء منذ الحقبة الإستعمارية على يد إسباني وهو في مقتبل عمره يقوم بكل شيء يرفع القرمي يخلط الخرسانة يبني وهمه الوحيد هو إتقان عمله ما جعل توافد الزبائن عليه شووان بدي الخدمة مع سبانيول كونكارون تسان كانت عندي عسل سنين أنا ما قريش فيليكون مني شافل السبالين ما قريش فيليكون كنت نديل لببو الأكرود كل الصباح هاي قلل لببو خوصي يتعلم الخدمة ما يقراش هاي قلت لها أنا مازال صغير كيحتمع لي مليح 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 قلت لها ما عنديش الماتريال بشاشر الماتريال وقاعد يعلم فيه به سبانيولي هاي قلت لها ديمينغو روزا ديمينغو هاي سبانيولي هدا هاي مثل ما رانيما سوء حتى الآن عم محمد مثال للجد والكد والعمل المتقن فتقدم في السن لا يبقى عائقا أمام من يطمح ويسعى فبركة العمر في حسن العمل أطل الله في عمر الشيخ محمد ووفقه في عمله وبهذا مشاهد